احنا زهقنا نفاق وزهقنا والشين ويقول ليه ما تقولون ما لا تفعلون انا عندي ناس كان يقولك اوعى تروح الكنيسة ليه يا عم اللي يروح الكنيسة بقى كافر يا عم ازاي يقوله يا عم راح هن يا اخويا اقوله كلساهم طيب واقوله كذا وقوله كذا وهنفرح مع بعض يقولك اللي يروح الكنيسة بقى كافر يا عم ازاي يقولك اوعى تسلم على واحدة متبرجة يا عم ازاي ده احنا وانا بسلم عليها يعني لما بسلم عليها بإيدي حصر يعني عملية نشوة يعني يقول لك لا اوعى ده انت تروح في الجهنم لو عملت كذا كذا ايه يا عم النفاق لانت هو الراجل بيشق عليها يعني يعني يقول لي ما تسلمش على واحدة متبركة هقول لي كان الراجل ده وصل لبراحة تقوى الأنبياء تفلت من عصر الصحابة ماشي يا عم حاضر ماشي يا سيدي اعمل انت كده اوعى تروح يقول لي يا عم تروحش انت اسيبنا نروح افقى بالآتي هذي لي عمدت الفيديو هذي لي عمدت الفيديو اخت سنا تسأل عن حكم زيارة الكنيسة للسياحة الكنائس ايها الاخوة والاخوات هي اماكن يشرك فيها بالله وذلك ان الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة قد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله فهي اماكن شرك عموما ولا يجهز الانسان ان يدخلها بابتر ورحبا 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 شكرا شكرا مرحباً. مرحباً إلى العلوية. شكراً لك. و شكراً لك أن نعطينا الوقت للمساعدة هذه المساعدة. لدي الآن أمامي هنا مئة وعشرين نصف الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية من القرون المتقدمة إلى يومنا هذا وهم جميعاً يحرمون الإختلاء. بل القواعب الشريعة الإسلامية العامة تمنع اجتماع الجنسين في مكان واحد. كتابي 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 أنا ما ليش تعليق. يعني هو يقولك إيه هو عادي يعمل كذا وهو تفرق عليه. أنا والله في واحد ممكن يقول لي إيه إن الذين يحبون أن تشعل فاحشة في الذين أمنوا والله أبداً. والله والله الذي لا إله إلا هو أبداً. أنا بأحزن من قلبي مش بأفرح من لا حاجة زي كده. ألاقي الشيخ الحويني قال كلام وقال عكسه. وحسان قال كلام ولا يعكسه. والعريف قال كلام ولا يعكسه. ومش عارف ما اللي عودة قال كلام ولا يعكسه. ولا يقرضوا قال كلام ولا يعكسه. هو على فكرة يا جماعة الطبيعي إنهم بشر. ماشي. بس ما تسبخش عليه القدسة. ما تقولش ده مقدس. ماشي.